فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله قال سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ولضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف هار فانهار به في نار جهنم وقد رؤي أنه هذا مثال لنية الفريقين نية أصحاب مسجد قبأ وأنهم أسسوه على التقوى ونية أصحاب مسجد الضرار وأنهم أسسوه على جرف هار ليس على تقوى فالنية لها دخل النية الطيبة لها تأثير في الصلاح والخير حتى في الأراضي والمزارع ونية أصحابها تؤثر فيها بالبركة والنمى والإخصاب والخصب ونية السوء تؤثر في الأراضي بالقحط وانقطاع وغور المياه ويبس الأشجار ونقص الثمار وغير ذلك وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فلا شك أن المعاصي والكهر يؤثران في الأراضي وفي الجو وفي الأرض وفي المياه قال وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان نعم لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يهدمه ويحرقه فخرج منه دخان يعني غير عادي مما يدل على خبث طوية أصحابه وأبو عامر الفاسق لم يكن من شأنه أنه رجع أبو عامر الفاسق الذي أرصد له نعم مات على الكبر